موسيقى الأب الأم والابن والبنت وضعيتهم الصحية لا تختلف من أحد لآخر فضعف البنية الجسمانية والإعاقة الدهنية قاسم مشترك بينهم هذه الأسرة التي كانت ولا زالت تعيش كل ظروف الإقصاء والتهميش لا سكن لا تغطية صحية لا تعريف وطني فبتنسيق مع جمعية الحكامة والتضامل الجماعي بالمحمدية وأعضاء الوطنية بريس لبين دعوة سيد رئيس الجماعة بحضور نوابه والسيد خليفة دي القيد الذين أكرموا وفادتنا بالوعود الوردية كما هو دأبهم ولكن مع الأسف لم يتحقق شيء من ذلك اللهم بطاقة تعريف الوطنية للأب وبطاقة الرميد وبفضل الله وجود وكرم أهل الفضل والإحسان أجريت للأم عمليتين جراحيتين تبين بعدهما أنها مصابة بداء السرطان عاف الله جميع المسلمين وبمستشفى ابن رشد أكد الطبيب أن حالتها ميؤوس منها فاللهم إنا نشكو إليك ضعف الحيلة وعجز الوسيلة ومن هنا أوجه ندائي للشعب الفيسبوكي طالبا منه نشر المنشور على أوسع نطاق لعل هذه الحالة تصل إلى مسؤول النزيه يشوف من حال هذه الأسرة لكي تعيش لهذا الوضع بسباب تقاعس وتقصير المسؤولين بالجهة كما أوجه رسالتي لعامل عمالة ستات من أجل فتح تحقيق في الخروقات الواقعة بالمنطقة والتي هي خروقات كثيرة وأذكر منها للحصر بطاقة الراميد لمخصاها الدولة الأسر المعوزة ولكنها كالتعطاق بالمقابل لأسر ميسورة الحال أما أمثال هذه الأسرة فهي تعاني في الصمت لحنين لرحيم فحسبنا الله هو نعم الوكيل وأخيرا أناشد الجمعيات الخيرية بالله باشي ويوه هذه الأسرة لكيف ما كتشوفه الأم تلفظ الأنفاس الأخيرة والأب مسن ومريد والوليدات هالحالة قدامكم لا سكن لا هوية لا صحة ولا حول ولا قوة إلا بالله فلله المشتكى وكفى واللهم إنا نبرأ إليك من ضعف الجهد وقلة ذات اليد